عربية الاساء مشاهدين اهلا بكم الى هذا المجز والى عنوين اهم الانباء سائق التكسي عثر على مبلغ دخم وبحث على صاحبيه ثلاثة ايام فمنحه هذه المكافأة كانت هذه اهم العنوين والان الى التفاصيل في حادث تلقى رواد منصة التواصل الاجتماعي بالاشادة والتأييد حيث عثر سائق سيارة اجرة من الحجم الصغير بمدينة اكادير على مبلغ خمسين مليون سنتيم مخبأ بعناية داخل حقيبة وقام بتسليمها لصاحبها وحسب ما اوردته الجمعية المهنية لارباب ومستغل وسائق سيارة الاجرة الصغيرة باكادير فان السائق عثر على المبلغ المذكور بجانب التاريقي بحي بن سركاو مرفوقا بشكاية تحمل مبالغ مالية وبتائق تخص صاحب الحقيبة واضافت الجمعية المهنية ان السائق استطاع التعرف على هوية صاحب الحقيبة انتلاقا من الوثائق المتضمنة فيها حيث تبين انه تاجر في بيع الاثات المنزلية واكدت الجمعية ان السائق احتفظ بالحقيبة ثلاثة ايام وبعدها اتصل بصاحبها وسلمه ممتلكاتها ما جعل التاجر يمنح مبلغ ثلاثة مليون سنتيم لسائق سيارة الاجرة كمكافأة له على صدقه وامانتها وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر على نتاق واسع حيث اشاد بالاخلاق الحمدة لسائق سيارة الاجرة وشهابتها